وصل غريفث الى صنعاء لا يعني ان ميليشيات الحثي في الحديدة ستقف عند حدها فهذه الجماعة تتعامل مع الجميع برأسين احدهما يبتسم سياسيا والاخر يفكر كيف يبطش بكافة من عاده فكر ميليشيوي ليس بجديد لمن خبر هذه الجماعة وتعامل معها وبالتزامن مع محاولة غريفث جرى الميليشيات الى مربع مفاوضة سلام جديد يعتقد انه سيقام في الكويت كانت مجامع حثية متسللة من زبيد قد تحركت الى الفازة المطلة على البحر الجنوبية محافظة الحديدة محاولة طيش تزامنت مع قصف حثي لمركز مديرية التحيطة بقذائف الهوان على منازل المواطنين ومن زبيد الى الجراحي التي كانت ليلة الثلاثة منطلقا لهجمات جديدة على حيس التي افشلت فيها قوات المقاومة المشتركة هجوما مرتبا بعناية تزامن مع تعشيد حثي غير مسبوق يتوافق مع الدخول في فصل سياسي جديد ومحاولة حثية يرى المراقبون انها نشوة مائن طلقت حتى خابت ككل مرة بات الحديث عن هدنة اممية في الحديدة والسوك هولم مخلفات ماضي اليم جعل من هذه المحافظة في خانة لا سلم ولا حرب يتزامن التصعيد الحثي مع خفوت تام لنجم الامم المتحدة في هذه المحافظة التي كانت ترى فيها منطلقا للسلام الشامل في اليمن فالاجندات بحسب مراقبين قد توجهت الى مربعات اوسع موسيقى